بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبه نستعين وصلاة وسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في درسنا لهذا اليوم في مادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية أسعد وأتشرف بتواجدي من خلاله معكم الأساد محمد بن أحمد الناصر بإذن الله تعالى حديثنا الصف الأول التأهيلي الفصل الدراسي الثاني وعنوان درسنا لهذا اليوم التواضع الجزء الرابع تعليماتها ما يجب علينا الالتزام بها أولاً اختيار المكان المناسب للتعلم ثانياً أجهز كتابي وأدواتي المدرسية ثالثاً أتابع الدرس بتركيز حتى انتهاء الوقت المخصص له إذن يا أبطال من المهم جداً أن أتذكر أنه يجب علي أن أتابع هذا الدرس حتى أصل إلى نهايته ما أقفل هذا الدرس إلى أن أصل إلى نهاية هذا الدرس يا أبطال مهم الكتاب يكون موجود لديك والقلم وكذلك لا ننسى أن نكون بعيدين عن كل شيء يشغلنا عن الدرس الأصوات المرتفعة الأيباد مثل الأجهزة الإلكترونية جميع الأيباد الجوال التلفاز الألعاب مثل الكورة الدماء والعرائس كلها تكون بعيدة عني وتكون جلستي هذه ومريحة حتى أستطيع التركيز أثناء الدرس تأكدوا غلاف الكتاب لديكم كتاب الطالب والأنشطة لمعاهد وبرامج التربية الفكرية الصف الأول التأهيلي الفصول الدراسية الثلاثة الهدف العام لدينا معرفة التواضع الأهداف الخاصة أن يستمع الطالب والطالبة إلى الحديث بشكل صحيح أن يذكر الطالب والطالبة معاني الكلمات بشكل صحيح أن يطبق الطالب والطالبة خلق التواضع بشكل صحيح الدرس الخامس عشر التواضع إذا لم يكن لديك الكتاب بالإمكان عبر كاميرا الجوال تصوير هذا البر كود وسيتوجه بك مباشرة إلى رابط الدرس الرقمي نفتح الكتاب على الصفحة رقم سبعين مهم جداً يا أبطال قبل أن نبدأ في تفاصيل الدرس الكتاب موجود لدي على الصفحة رقم سبعين على الصفحة رقم سبعين ونتعلم من خلال هذا الدرس الذي هو التواضع ذكروني بتعريف التواضع نستمع إلى التواضع إذن ما هو هذا التواضع الذي نتحدث عنه وهو عنوان هذا الدرس هل هو من الأخلاق؟ أو مثلاً من الأطعمة؟ ما هو هذا التواضع؟ هل هو أشياء نقوم بها؟ حسنتم التواضع هو من الأخلاق التي نتحلى بها السلوكيات الأعمال التصرفات التي أقوم بها هذا الخلق الحسن يبعثني على لين الجانب يعني وهي تكون عكس التكبر نعرف الواحد لما نشوفه متكبر ومغرور عكس ذلك يكون التواضع ولي للجانب مع من أتعامل معهم الصغير والكبير و لا أفتخر على الآخرين أشوف الذي يفضل عليهم لا أتواضع مع من أتعامل معهم سواء كان أخي الكبير أخي من زملائي في الصف و كل من أتعامل معه أتحلى بهذه الصفة والتي هي التواضع في هذا الحديث الذي يبين لنا فضل التواضع و أهمية التواضع عن عياض التميمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد و لا يفخر أحد على أحد إذن في هذا الحديث عن عياض التميمي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرنا بهذا الحديث و الذي يدل على أهمية و فضل التواضع كيف عرفنا أهمية التواضع و أنه عمل جليل و فاضل و يجب علينا أن نتحلى به و أنه له أهمية كبيرة من خلال ما استمعنا في هذا الحديث نشاهد سويا مرة أخرى و نحاول أن نعرف ما السبب الذي يجعل هذا الحديث مهم جدا و تطبيق هذه الصفة التي هي التواضع قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا إذن من الذي أوحى إلى نبينا عليه الصلاة و السلام بهذا الخلق و بيّن أهميته و أمرنا بهذا الفعل و أن نقوم به و الله سبحانه و تعالى يعني هذا اللي خليني أعرف أن التواضع مهم جدا و يجب علي أن أتحلى بهذا الخلق الرفيع و الخلق النبيل و الذي يجب على كل مسلم أن يتحلى به لين الجانب الابتعاد عن التكبر كذلك على الآخرين و أشوف اللي فضل عليهم و يجب علي أن يحترموني أكثر من الآخرين لا نحن جميعا بشر يجب علينا أن نعامل بعضنا البعض سواسي يعني كلنا بني آدم و كلنا بشر نعامل بعضنا بتعامل واحد و لا نتكبر على الآخرين إذن إذا تخلقنا بهذه الصفة و التي هي التواضع ما الذي سيحصل حتى لا يبغي أحد على أحد و لا يفخر أحد على أحد لا يبغي يعني ذكرنا يا أبطال أنه لا يتجاوز على أحد و يقوم بظلمه و الاعتداء عليه و أخذ حقه و لا يفخر أحد على أحد ما يشوف أحد له يعني أنه أفضل من الآخرين و أنه ميزة زائدة عن الآخرين و أني أنا مثلا أكبر منهم و أني أنا أعلى منهم و أنه يجب أن يتعاملوني باحترام أكثر لا كلنا نتعامل مع بعضنا كلنا بني آدم بشر فلا يفخر أحد على أحد لا يفخر أحد على أحد و إذا تحلينا بصفة التواضع فبالتأكيد أننا سنطبق هذه التعاليم التي أرشدنا إليها نبينا عليه الصلاة و السلام إذن النشاط الثاني لدينا نتأكد من حلنا لهذا النشاط في الصفحة رقم 71 العبارة ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة و علامة خطأ أمام العبارة الخاطئة فيما يأتي التواضع خلق حسن يبعث على لين الجانب ما رأيكم؟ أحسنتم هذه العبارة بالتأكيد عبارة صحيحة بعد ذلك التكبر على الناس خلق حسن إجابة و العبارة هذه خاطئة في الأخير لدينا أو قبل الأخير أبتعد عن البغي و الفخر بكل صوره و أشكاله هذه العبارة صحيحة بعد ذلك في الأخير التواضع يكون بالشعور بالفضل على الناس عبارة خاطئة أحسنتم و بارك الله فيكم النشاط الثالث لدينا أعد كتابة العبارة الآتية التواضع خلق حسن يبعث على لين الجانب و الخضوع للحق و عدم الاغترار بالنفس إذن هذا هو التواضع خلق حسن يبعث على لين الجانب و الخضوع للحق و عدم الاغترار بالنفس دائما يكون لدي لين جانب كذلك خضوع للحق عند التعامل دائما مع الآخرين و في كل أمور حياتي دائما أحرص على أن يكون أخلاقي دائما تحلى بالتواضع على سبيل المثال لو كان لدي أخي قمنا بأخذ علبة الماء أخي أخذ هذه العلبة علبة الماء قبل لا أخذها ثم قمت بالقوة بأخذ هذا الماء منه يعني أنا أكبر واستطعت أخذ سحب الماء منه بعد أن أخذه أخي في الأول عندما يشتكي لأبي أو زميلي في الصف يشتكي للمعلم تبين أني أخطأت بأخذ هذا الماء وأخذه بغير حق فإنه يجب علي أبطال أن أعيد وأخضع للحق حتى لو كان نفسي ما تريد هذا الشيء ولا أبغى أسوي هذا الشيء و أقول كيف أرجع هذا الماء لأخوي الصغير أنا أخذته و هو المفروض يحترمني لا يجب علي أن أخضع للحق حتى و إن كان ما يعجبني و لكن الحق دلني عليه والدي معلمي تبين أن الأخي أو زميلي في الصف هو له الأفضلية و له الحق في هذا الماء فيجب علي أن أعيد إليه و أخضع للحق هذا هو لنا الجانب و التواضع الذي نتحدث عنه و عدم الإغترار بالنفس عدم الإغترار بالنفس و يعني أفقر على الآخرين و أشوف نفسي على الآخرين أني أفضل منهم و أني أستطيع تنفيذ الأشياء بشكل صحيح أفضل من الآخرين كل هذه من التواضع إذن التواضع خلق حسن يبعث على لين الجانب و الخضوع للحق و عدم الإغترار بالنفس نقوم بالكتابة فوق الكلمات المضللة نكتب فوق الكلمات المضللة و أحاول قراءة العبارة التواضع خلق حسن يبعث على لين الجانب و الخضوع للحق و عدم الإغترار بالنفس الآن قموا بكتابة هذه العبارة قم بإيقاف المقطع حتى تقوم بإكمال كامل هذه العبارة بعد ذلك قم بإكمال بقية عناصر الدرس أحسنتم و بارك الله فيكم بعد ذلك لدينا النشاط الرابع بعد ذلك لدينا النشاط الرابع صل العبارة في العمود رقم 1 مع ما يناسبها في العمود رقم 2 سنستعرض العديد يا أبطال من العبارات سنستعرض العديد من العبارات و نريد كتابتها و حلها بالشكل و الطريقة الصحيحة هذه العبارة ما هي تتمتها ما هي الإكمال لهذه العبارة أو تعريف أو معنى مثلا لدينا في العمود رقم 1 يدعو الدين الإسلامي إلى الكبر أو يباهي بنفسه و يدعي الشرف العظمة أو التواضع أو يتجاوز على الناس بغير حق ما رأيكم؟ هل نضع خيارين لكي يكون العملية أبسط؟ هل هي التواضع أو الكبر؟ يدعو الدين الإسلامي إلى الكبر أو إلى التواضع؟ يا سلام عليكم ممتازين الدين الإسلامي يدعونا إلى التواضع بعد ذلك يبغي ماذا تعني؟ هل هي تعني الكبر أو يباهي بنفسه؟ أو يدعي الشرف العظمة أو يتجاوز على الناس بغير حق؟ أحسنتم يبغي تعني يتجاوز على الناس بغير حق نهى الدين الإسلامي عن ماذا؟ عن الكبر أو يباهي بنفسه و يدعي الشرف العظمة؟ أحسنتم نهانا عن الكبر في الأخير بالتأكيد بقيت لدينا هذه العبارة يفخر و هي تعني يباهي بنفسه و يدعي الشرف العظمة أحسنتم و بارك الله فيكم إلى هنا يا أبطال نكون وصلنا إلى نهاية حديثنا في هذا الدرس شكرا لكم على الإنصات و الاستماع و المتابعة ألقاكم في دروس قادمة إن شاء الله و تعالى طبتم و طابت أوقاتكم السلام عليكم و رحمة الله و بركاته